موسيقى يا اهلا وسهلا بحضراتكم اسمحوا لي ارحب بحضراتكم في الجزء التاسع من سلسلة حلقات شرح نظام المحاكم التجارية السعودي الجديد الجزء دوة ان شاء الله هنتكلم عن الدعوة المستعجلة امام المحكمة التجارية وفقا لنظام المحاكم التجارية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي 193 في تاريخ 15-8-441 الموافق 8-4-2020 طيب قبل ما ادخل في تفاصيل الدعوة المستعجلة امام المحكمة التجارية خلينا اول اقول لك يعني ايه دعوة مستعجلة يعني ايه قضاء مستعجل يعني ايه القاضي المستعجل لما ينظر الدعوة بصفة مستعجلة بوجه العموم القضاء المستعجل هو قضاء فصل في منازعة يخشى عليها من فوات الوقت انا بتكلم بقى في طبيعة الدعوة دلوقت الدعوة المستعجلة في طبيعة القاضي القاضي المستعجل لسه مدخلتش في التفاصيل لكن اقدر اقول لك ان القضاء المستعجل عموما هو قضاء بيفصل في منازعة يخشى عليها من فوات الوقت ولا تمس باصل الحق انا مش هتكلم في اصل الموضوع انا خايف من فوات الموقت خايف من فوات الزمن فوات الزمن هيردت بضرر فوات الزمن هيردت باشكالية فوات الزمن انا عايز احافظ على الوضع القائم عايز احافظ على الوضع الظاهر حتى الفصل في النزاعة الغرض منها صيانة مصالح المتنازعين حتى الوصول بالدعوة الموضوعية الى بر الامان وظهور الحق لان الحكم هو عنوان الحقيقة طيب انا عايز اوصل للمرحلة دي خلي الوضع لما هو عليه الوقت هيخلي المنازعة تتفاقم هيخلي الدرر يتفاقم هيحصل فيه اشكالية لغاية ما نشوف الحكم هيوصل ليه القضاء المستعجل هو الغرض غرضه الحفاظ على الوضع القائم غرضه عدم وجود اضرار تصيب احد المتنازعين حتى الوصول الى اصل الحق وليس غرضه الفصل في النزاع يعني القضاء المستعجل لا يفصل في اصل الحق يشترط في القضاء المستعجل عدة شرط الشرط الاولاني توافر ركن الخطر او الاستعجال يعني ايه توافر ركن الخطر او الاستعجال يعني مثلا الخشة من زوال معالم يعني مثلا ان لو استنينا لحين البت في الدعوة الموضوعية احد الاطراف هيغير من معلم النزاع هيغير بتحصل كتير في دعاوة المقاولات يقول لك ده هيغير ده دخل مقاول تاني يشتغل هيخفي معالم الشغل اللي أنا عملته معالم الشغل اللي أنا بتنزع فيه يعني أديك مثال أعمال كهربائية أعمال كهروميكانيكية أعمال كهربائية في مبنى تحت الإنشاء ومدينا الكابلات ومدينا حيدخل المقاول بتاع الأعمال المدنية الخرصانة هيصب على الخرصانة هيصب على المواسير الكهرباء وبالتالي هيخفي معالمها إحنا عشان نوصل لها موضوع كبير بقى هنكسر ونعمل أو هنحتاج خبرة الموضوع زي كده بضاعة لو استننا عليها الحين البت في النزاع هتنتهي صلاحيتها أدوية هتنتهي صلاحيتها أخزية هتنتهي صلاحيتها ملابس هينتهي موسم الشتاء هندخل في موسم الصيف هتبقى قيمتها قلت أو قيمتها اختلفت يبقى الخشية من زوال المعالم إن أنا خايف من زوال المعالم أو من ضياع الحق يعني لو لو أني مثلا هيبيع قطعة الأرض اللي إحنا بنتنزع هيبيع مثلا البضاعة اللي إحنا بنتنزع عليها يبقى فكرة الاستعجال يبقى فكرة الاستعجال بس فيه نقطة بقى فكرة الاستعجال مش مرهونة بإرادة الخصوم مرهونة بطبيعة الموضوع يكون فعلا الموضوع مستعجل تكون فعلا البضاعة لها صلاحية لها زمن صلاحية لها مدة صلاحية وهترتب على الصلاحية ديت على ان احنا ننتظر للبت في النزاع انها تنتهي صلاحيتها او تزول صلاحيتها يبقى طبيعة الموضوع طبيعة النزاع الوقت قد يؤثر فيه وليس ارادة الخصوم في انهم عايزون يوصلوا للحكم بسرعة لا مش ده الاستعجال الاستعجال لا يعني به او لا يتوقف على ارادة الخصوم الاستعجال يتوقف على طبيعة المنازعة او طبيعة محل النزاع او طبيعة محل الدعوة طبيعة الشيء اللي احنا بنتنازع عليه يخشى عليه الوقت سيؤثر فيه التأخير سيؤثر فيه الانتظار حتى البت في الدعوة الموضوعية سيؤثر به هو ده معنى الاستعجال مش معنى رغبة الخصوم في انهم يوصلوا الى حكم بسرعة لا مش هو ده طيب الشرط التاني في الدعوة المستعجلة او في الطلب المستعجل ان يكون المطلوب في الدعوة المستعجلة هو اجراء وقتي اجراء تحفظي ما يكونش المطلوب البت في النزاع يعني ان انت عايز تطلب من المحكمة حاجة وقتية حاجة تحفظية ما تكونش عايز تطلب من المحكمة انها تفصل لك في النزاع او تقول لك يلا مين كسبان ومين خسران لا مش هو ده الطلب اللي يصلح ان يكون محلا للدعوة المستعجلة يشترط ايضا ان يكون في الدعوة المستعجلة عدم المساس باصل الحق يعني لا تمس باصل الحق يعني لا تنظر لا تحسم النزاع الموضوعي القادر المستعجل لا يحسم النزاع الموضوعي هو يفرد مسألة وقتية يعني يقول لك تحفظ على الاموال دي الاموال دي هتنتهي صلاحيتها الحاجات دي البضايع دي هتنتهي صلاحيتها هيقول لك طيب بيعها في المزاد العلني وحط مبلغها حصيلة البيع في خزينة المحكمة ويبقى هو محل الدعوة لان لو استنينا لحين البد فيها هتنتهي صلاحيتها وينهار بحل الدعوة فيه هناك مظاهر اسمها مظاهر عدم المساس باصل الحقي يمتنع على القادي المستعجل ان يمس بهذه المظاهر او ان يقترب من هذه المظاهر من اهم هذه المظاهر المتعلقة بالطلبات المعروضة على القادي ان ما تكونش طلبات موضوعية يعني مايتكلمش في ملكيات مايقولكش ده ملك مين لا مايتكلمش في بطلان عقد مايتكلمش في فسخ العقد مايتكلمش في براء الذمة من دين مايتكلمش في سقوط حق بالتقادم ايوة دي حاجات موضوعية دي كلها الطلبات اللي معروضة عليه ماينفعش تكون طلبات موضوعية لازم تكون طلبات مستعجل يبقى الطلب الموضوع متعلق بالبطلان متعلق بالفصح متعلق بالتقادم متعلق بسقوط حقوق متعلق ببراء الذمة دي مش بتاعته لا يبحثها أيضا المستندات القاضي لا يغوص في المستندات لا يبحر في عمق المستندات تيجي محكمة النقد المصرية قطع المستعج الموجود في مصر وفي الإمارات دول الخليج دايما تلاقي محكمة النقد مبادئ دول كتير تاخد بيها تستعين بهذه المبادئ على أساس أن محكمة النقد المصرية اللي موجودة حاليا من سنة 1920 فتطبيقاتها القضائية ضخمة جدا معظم قوانين دول العربية شبيهة بالقوانين المصرية فبيسترشدوا بمبادئ محكمة النقد فتيجي تقولك محكمة النقد تعبير لطيف جدا يقولك أن القضاء المستعجل أو القاضي المستعجل يتحسس ظاهر الأوراق دون أن يبحث في عمقها يتحسس ظاهر الأوراق دون أن يبحث في عمقها ما يدخلش في عمق الأوراق يبص على الورق من بره من بعيد تحسس شوف المصطلح اللي بيستخدمه تحسس ظاهر الأوراق من فوق الوش كده يعني كان عندنا دكتور الله يرحمه دكتور رحمة مارز غلول أستاذنا بجنة عين شمس كان يقولك القضاء المستعجل يحسس على الورق لكن ما يعدش يتعمق في الأوراق كنا في أفتكر من خمس ست سنوات كنا في دعو كنت عدوا في هيئة تحكيم في منازعة في مدينة الجدة في السعودية وكان أحد المحامين اللي حاضر أمامنا هو محامي كبير دكتور بلال غزاوي بلال طلال غزاوي محامي من كبار المحامين في الخليج يعني فكان حاضر معنا الجلسة وكانت الجلسة هو كان حاضر عن أحد الخصوم وأنا كنت عضو في هيئة التحكيم فكنا بيتكلموا بيقدموا طلب مستعجل وبيقدموا مستندات ضخمة قوي فقلت له يعني القضاء المستعجل يتحصل ظهر الأوراق يعني رحنا هنغوص في ده كله يعني فراح قايل والله إحنا لو نعرف أنهنتم هتحسسوا على الورق كنا طبعا نهالكم على حرير يعني فكان يفي لطيف فك جو الجلسة وده المحامي الذاكي يعني لما يلاقي الجو مجدود يفك الجو شوية بحس أن أنت تعرف تسمع منه يعني طيب ده ده الصفة الثانية في مسألة بحث المستندات للقضاء المستعجل الصفة الثالثة بقى أو المظهر الثالث من مظاهر القضاء المستعجل تسبب الحكم تلاقي القاضي المستعجل ما يجزمش بحاجات في حكمه دايما تلاقي مصطلحاته فن الصياغة القضائية الصياغة القانونية أنواع في الصياغة الفقهية بتاعة الكتب في الصياغة التشرعية بتاعة القوانين في الصياغة القضائية بتاعة الأحكام دايما تلاقي القاضي المستعجل يقول لك وحيث أنه يبدو وحيث أنه من ظاهر الأوراق أو من ظاهر الظروف والملبثات لكن ما قدرش يقول لك وقد ثبت لدينا باليقين كذا لا ما يقضرش الثبت يديك باليقين إيه أنت لم تبحث اليقين أصلا أنت لم تبحث بحثت ظاهر الأمر بحثت ظاهر الأمر فدي من عيوب التسبيب اللي ممكن أنها تصيب القاضي المستعجل أو الحكم المستعجل من حيث المنطوق لا يضبط حقه ولا ينفيه يمتنع على القاضي المستعجل أن يضبط الحقوق أو ينفيها لا ده مش بتاعته ما يحطش في المنطوق الكلام يبقى ده أقدر أقولك بصفة عامة إيه هو القضاء المستعجل إنه هو ممنوع عليه إنه هو يبحث أصل الحق طيب نظام المحاكم السعودية الجديد يتكلم عن باب كامل الباب السادس عن القضاء المستعجل أو الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية تيجي تقولك المادة 33 يجوز بقرار من المجلس أن يؤلف في المحكمة المجلس يقصد المجلس أعلى القضاء طبعا أن يؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضي واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس بص هو التشكيل العام التشكيل الطبيعي للدائرة الابتدائية في المحكمة التجارية أنها ثلاثية يعني ثلاثية من ثلاث أضاء ولكن بأنشأ لك دائرة من قضي فرض نسميه قضي فرض يعني دائرة من قضي واحد الدائرة دي تنظر في مسائل محددة يعني المادة 101 من اللايحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قالت لك الدائرة اللي هي دائرة القضي الفرض دي هتنظر بعض المنازعات هتبقى من اختصاصها الوردة في الفقرة 2 من المادة 11 من اللايحة تمام اللي هي بيتكلم في المنازعات المستعجلة تمام فيب هقال لك بقى هتتولى النظر في الطلبات المستعجلة اللي هي دائرة القضي الفرض دي هتتولى النظر في الطلبات المستعجلة سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوة الموضوعية أو بعدها الطلب المستعجل تقدر ترفعه في وقتين في زمانين اما رفع قبل رفع الدعوة الموضوعية بتاعتك واما بعد رفع الدعوة الموضوعية بتاعتك يعني انت رفعت الدعوة اللي بتتكلم عن اصل الحق بعد كده ظهر الخشية من فوات الزمان ظهر الخطر المحدق اللي يستلزم وجود الدعوة المستعجلة تروح ترفع الدعوة المستعجلة قدام الدائرة اللي ابتدائية دي اللي هي دائرة القضي الفرض اللي هي الدائرة المستعجلة أو انت لسه مرفعتش الدعوة المتعلقة بأصل الحق بس ظهر الخطر المحدق بتروح انك انت تعمل ايه الدعوة المستعجلة لا تسقط برفع الدعوة الاصلية الدعوة المستعجلة لا تسقط برفع دعواتك الأصلية سواء رفعت دعوتك الأصلية أو ما رفعتهاش مجرد ما يظهر الخطر اللي بيهددك من فوات الوقت روح رفع دعوتك المستعجلة تقدر بقى تقدم الدعوة المستعجلة دي قدام جهتين إما القاضي الفرد اللي المحكمة حددته لك تمام اللي المادة 101 حددته من لاحة تنفيذية أنشأته إما الدائرة بتاعت القاضي الفردي دي الدائرة المستعجلة دي القاضي اللي قائم بذاته دوت وإما قدام الدائرة الموضوعية بتاعتك لو أنت هترفعها بعد رفع الدعوة يعني يعني لو أنت لسه ما رفعتش الدعوة الموضوعية روح للقاضي الفرد طيب لو كنت رفعت الدعوة الموضوعية وعايزت أقدم طلب مستعجلة عندك حاجة من الاتنين إما أنك تروح قدام القاضي الفردي دوت وترفع الدعوة المستعجلة برضو جوى المحكمة التجارية وإما أنك تروح قدام الدائرة اللي بتنظر دعواتك المستعجلة وخبالك ويبقى ده طلب مستعجل منظور قدام الدائرة بتاعتك اللي بتنظر الدعوة المستعجلة دول طريقين أنت تقدر تختار ما بينهم سواء كانت دعوتك قدام مرحلة أول درجة أو قدام محكمة الاستقناف الطلب اللي أنت بتقدمه صحيفة الدعوة المستعجلة اللي أنت بتقدمها المادة 102 من اللايحة تنفيلي النظام المحاكم التجارية حددت فيها شروط بالإضافة للشروط اللي لازم تكون موجودة في المادة 76 من اللايحة اللي هو بيانتك ورقم جولك واسمك وطلبتك لازم تحط خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية اللي هي المطالبة المستعجلة يعني أنت بتطالب بإيه عشان أفهم دعوتك هتقبل شكلاً ولا مش هتقبل شكلاً وتحديد الطلب المستعجل وإسانيده يعني اتحدد طلبك المستعجل ومبررات حالة الاستعجال شفت بقى هنا بقى مبررات حالة الاستعجال ليس من مبررات حالة الاستعجال إنك أنت عايز تاخد حكمه بسرعة لا من مبررات حالة الاستعجال الخشية من فوات الوقت وقوع ضرر إذا ما انتظرت صدور الحكم الموضوعي تفاقم الضرر إذا ما انتظرت صدور الحكم الموضوعي هو ده مبرر الدعوة المستعجلة يا جماعة ناس كتير أو يبتقع فيها الشكاية دي ويحط مبررات ليست من مبررات القضاء المستعجل لا من مبررات القضاء المستعجل إنك تحسسه أن هناك ضرر سيقع عليك إذا ما انتظرت صدور الحكم الموضوعي بمجرد ما بتقدم الطلب المستعجل وفق المادة 34 من نظام المحكمة التجارية بيحال إلى الدائرة المختصة فورا ولازم يفصل فيه في خلال 3 أيام عمل لازم يفصل فيه في خلال 3 أيام عمل يعني من تاريخ ما بتقدمه لغاية تاريخ ما يتحكم في الدعوة المستعجلة 3 أيام المعاد ده معاد معاد ناقص يعني معاد ناقص مع الموعيد 3 معاد مرتد معاد كامل معاد ناقص المعاد المرتد إنك تتخذ الإجراء قبل بدءه يقولك اعلن قبل الجلسة ب3 أيام لو الجلسة يوم 10 يبقى آخر يوم هتعلن فيه يوم 6 لو دخل عليك يوم 7 يبقى كيرا فاضل لنا 3 أيام كده إجراءك ساقط مش من حقك تتخذ ومش باطل ساقط البطلان إنك أنت عملت إجراء فقد أحد ركانه الساقط هو صحيح ولكن ليس من حقك تتخذه لفوات المعاد يتحكم لك مش ببطلان الإجراء يقولك بسقوط الإجراء دائما فيه كان المحامين يقولك ايه يعني ايه سقوط الاستئناف يقرف الأجندة كده يقولك حجمة الدائرة بسقوط للسناف يقولك السنافك صحيح بس أنت عملته بعد المعاد فيقولك ايه مش بطلان للسناف يقولك سقوط الحق في للسناف طيب المعاد الكامل إنك تستنى لما المدة تخلص وبعدين تتخذ الإجراء يقولك سمية المحكم ترفع دعوة سمية المحكم بعد مرور 15 يوم من الطلب اللي بتعرضه الخصمة لما بتروح لخصمة تقوله سمي محكمك لازم تصبر عليه 15 يوم في اليوم 16 ترفع الدعوة ده بيسميه المعاد الكامل المعاد الناقص بقى هو أنك تتخذ الإجراء خلاله تطعن خلال الثلاثين يوم لو عد عليك الثلاثين يوم خلاص مش هينفع تطعن بالسناف يقولك يصدر الحكم خلال ثلاثة أيام لو خلص الثلاثة أيام ماينفعش الحكم ده في بطلان يبقى لازم يطلع الحكم خلال الثلاثة أيام تمام ويجوز بص بقى النص ده خطر قوي دي مسألة بقى أتوقع أني سيتم النظر فيها مرة أخرى لأنها قد تكون هناك إشكالية في مسألة حقوق الدفاع يمكن المنظم السعودي هنا جاء على فكرة الضرر بيحمي عدم وقوع الضرر بالناس والمتقاضين على حساب مسألة إجرائية وهي المساواة بين أطراف الدعوة أو حق الدفاع أو عدم الإخلال بحق الدفاع بين أطراف الدعوة موازنة كل مشرع في كل دولة قد تكون له موازنات ويغلب حقوق على حقوق هي سياسة شريعية أولا وأخيرا يقول لك ويجوز عند الاقتضاء الفصل في الطلب اللي هو الطلب المستعجل بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر دون حضور الطرف الآخر ويجوز عند الاقتضاء عارف عند الاقتضاء دي اللي هي الدعاوة التي قد لا تحتاج إلى الطرف الآخر الدعاوة التي قد لا تحتاج إلى الطرف الآخر يعني ايه اصلي فيه دعاوة تيجي تفسرها لك المادة 105 من اللايحة التنفيذية يقولك للدائرة ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعلي يعني حتى المدعلي ما تحتاجش تعلينه اصلي حكاية كلها 3 ايام مع القضي لازم يطلع حكمه في خلال 3 ايام انت عشان تعلن انت هتعد المدة دي تمام متى كانت طبيعة الطلب تقتضي متى كانت طبيعة يبقى للدائرة ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعلي مش لازم ابلغ المدعلي متى كانت طبيعة الطلب المستعجل تقتضي على ان يبلغ المحكومة تقتضي ذلك يعني طبيعته ما تحتاجش ان خصمك يعرف ما تحتاجش ان خصمك يحضر طبيعة الطلب المستعجل على ان يبلغ بنسخة من القرار فور صدوره يعني اول ما يطلع القرار لازم تبلغه بنسخة عشان من حقه يستقنف واضح؟ طي هنشوف بقى بعد كده اذا كان من حقه يستقنف ولا ما يستقنف هنتكلم فيه وإحنا بنتكلم فيه مسألة استيناف الدعاوة المستعجلة اشتركوا في القناة